نظمت مؤسسة الشارقة للإعلام يوم الخميس ملتقى الإعلاميين الأول الذي يستهدف الكوادر الإعلامية العاملة في المؤسسة بحضور مديري القنوات والإذاعة التابعة للمؤسسة قناة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية وقناة الشرقية من كلباء وقناة الوسطى من الذيد وإذاعة الشارقة وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة وإذاعة بولز 95 بالإضافة إلى أكثر من 100 من المدعين ومقدمي البرامج والمراسلين العاملين في قنوات وإذاعات المؤسسة تنظيم ملتقى الإعلاميين الأول جاء ليؤكد أهمية الدور الإعلامي والنهج الذي وضعه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ الانطلاقة الأولى لمؤسسة الشارقة للإعلام عبر قناة الشارقة في العام 1989 لبناء منظومة إعلامية هادفة صادقة واعية تستهدف الحقيقة وتعزز من الترابط الأسري والمجتمعي وتحفظ القيمة الإسلامية والعربية والإماراتية سعادة محمد خلف مدير عام المؤسسة أكد أن انطلاق ملتقى الإعلاميين في دورته الأولى هو ترسيخ لرؤية المؤسسة الشاملة في بناء كوادر مؤهلة وقادر على الارتقاء بالإعلام المحلي والوصول به إلى دوره الجوهري لصياغة آفاق جديدة لمشروع التنمية والحضارة كما يستكمل الملتقى بما يضعه من أهداف مشوارا طويلة وضع ركائزه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حكيم الشارقة حين وجه سموه بتأسيس تلفزيون الشارقة حيث أكد سموه حينها أن هدف الإعلام هو بناء مجتمع صالح على أساس من المبادئ الدينية تسوده الثقافة والحضارة والمعرفة وتضمن الملتقى جلستين تحدث في الأولى منهما الإعلامي والمذيع للشريف تحت عنوان الإعلام الواقع والمأمول حول مشواره في العمل الإعلامي منذ التحاقه بتلفزيون الشارقة متوقفا عند دور الإعلامي في إحداث التنمية في المجتمع الجلسة الثانية للملتقى جاءت تحت عنوان الإعلامية بين التحديات والفرص وتحدثت خلالها الإعلامية والمذيع هيفاء الكيلاني التي تعد من أوائل الوجوه النسائية في تلفزيون الشارقة حيث استعرضت الفرص التي تحظى بها المرأة الإعلامية اليوم وكيف توفق بين عملها ومتطلباتها الشخصية ونجاحها ملتقى الإعلاميين الأول يعزز الروابط المهنية بين العاملين في المؤسسة ويحول خبرات الكوادر المميزة والطويلة إلى تجاربا ودروس يمكن للإعلاميين الجدد لاستفادة منها إضافة إلى أنه يضع الإعلاميين في قلب التحولات والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي اليوم ويعرض لهم حجم الفرص والخيارات التي باتت متاحة بفضل ارتفاع الوعي المجتمعي والتطور المتسارع في التكنولوجيا المرئية والمسموعة ورسوخ الضوابط والقوانين النظمة للعمل الإعلامي